موسيقى صباح الخير بحلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الخميس 31 تموز مزارعي سهل البقاع طالبوا الدولة بتأمين تصدير موسم البطاطا افتتاح مهرجين أعيد بيروت مع عوضة مميزة للفنان جورج واسوف للمسرح لينة عيد الفطر السعيد مع الفنان عبد الكريم الشعار وعرض فرنسي راقص بعنوان تايتانيك بإطار مهرجنات بيت الدين وبالإضافة لأخير أخبار السينما بتقرير خاص واضيفنا لليوم هو المخرج روميو زيدي لنحكي عن عمل المسرح المتنقل الجديد جريمة ونفادها الغفران ولكن البداية مثل كل صباح بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية ومعنا على الخطر أستاذ بيسام عبد الله لنطلع معه على طقس يوم الخميس أستاذ بيسام صباح الخير وينعد عليك ينعد عليك وعا كل البنانية بالصحة والعافية شكرا تفضل أستاذ بيسام مبدئيا الحالة نعم يتعصنت نعم نشوف صيفي رطي بدسبيا نعم بصادر لحوض الشرق نعم المتوعين لنهار الخميس سأصح يكون قليل الغيوم لغاء مزئيا فعنا انخفاض شوية بدرجات الحرارة مقابلتها مع النهار المبارح أما بالمناطق الداخلي ومنطفعات فيعنا شوية ارتفاع بدرجات الحرارة الجمعة كمان فيعنا شوية ارتفاع بالحرارة والصف بيسامة ضباب على المرتفعات وخاصة من الفطر الليلية نعم الحارة المتوعين على الساحل النهار الخميس من 23 إلى 31 بالجبال من 20 إلى 30 الأرز من 17 إلى 26 بالداخل من 19 إلى 36 الرياح الجنوبية غربية سراطة من 15 إلى 35 كم في الساعة نسبة الرطوبة الرطوبة من 60 إلى 80% والبحر المتوسط ارتفاع الموش حارة من 28 درجة يعني طاقصنا ما في شيء هاليومي بس شوية طلب الحرارة وهلأ بما انه اليوم اخر نهار بتموز يعني شهر تموز بصورة عامة يعني درجات الحرارة كانت أكيد هي درجات العادية عادية كتير مقبولة صحيح كتير مقبول ما في أي شيء نعم صحيح نعم يلا نشوف قبل لهاب شو بخبالنا يلا شكرا لألك أستاذ ويسامو نتمنى لك نهار كتير حلو جوال صباح الخير صباح الخير بيارات لألك ولمشاهدين رح نعمل جولتنا على أبرز عنوين الصحف ومسبقا بدأ اعتذر عن أساوة الصور يلي عم نعيش مثل العنوين بمختلف العواصم العربية اذا اليوم الخميس 31 تموز 2014 في عناوين النهار غزة مجازر متنقلة وديبلوماسية بالاختراق اسرائيل تسعى إلى قرار مماثل للـ 17-01 واشنطن اعتبرت انتقادات اسرائيل لكيري مهينة ارتفاع عدد قتل غزة إلى 1359 والجرحة إلى 7600 السلسلة والتمديد على النار مبادرة حريرية دعما لمسيحي الموصل ضمن أسرار الآلهة لوحظ أن حزب الله لم يعلق على دعوة قيادي من حماس للحزب إلى فتح جبهة الجنوب في لبنان يعتقد ديبلوماسي عربي أن لا وقف للنار في غزة ما لم يتضمن حلا لما بعد وقفه تبلغ البطريارك الراعي عدم تبني أكثر من نائب في تكتل التغيير والإصلاح حملة زميل لهم عليه تساءل مسؤول سابق لماذا مطلوب أن يكون رئيس الجمهورية توفقيا ولا يكون كذلك رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة يقول قريبون من العماد ميشيل عون أن أحدا لم يرشحه وأحدا لم يطلب منه عدم الترشح من تابع جولتنا مع عنوين صحيفة السفير غزة تقاتل بلحمها ولا تستسلم العدو يحرق الأطفال والمدارس والمستشفيات والضوء 1400 شهيد الشيخ عبداللاطيف داريان مفتيا بالتزكية في عشر أب آثار العجز المالي تنال من القروض السكنية الجديدة الطباء عائدون من غزة ما يجري تطهير عرقي جملات للسفير داعش على حدودنا المساومات على السلسلة تهدد مكتسباتها بنغازي إسلاميون يسيطرون على قاعدة عسكرية داعش يعد للهجوم على الحسكة وبعيدا عن الأخبار السياسية عاصل حلاني يفتتح شيخ المهرجانات بعلبك تشرع أبوابها من السفير إلى عنوين صحيفة الحياة يوم المجازر الجوالة في غزة السعودية تنتقد عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة تتحدث عن محاسبة إسرائيل وحماية دولية للفلسطينيين بدء مقاومة دولة الخلافة في الموصل استياء شديد في الساحل السوري عشرات القتل في معسكر الجيش الوطني وهدنة لإطفاء حرائق ترابلوس معلومات عن مغادرة حفتر بن غازي واختفاء قائد الساعقة مواطنوها يرغبون بمواصلة التعاون مع الغرب روسيا تتمسك ضد إذلال العقوبات مقتل ثلاثة مسلحين بانفجار شحنتهم جنوب القاهرة وختاما صحيفة الشيوعيين الإيطاليين تغيب عن بيوت الشعب بعد تسعين عاما سكتت لونتا عن الكلام المباح وغير المباح جولتنا بالتابع مع عنوين المستقبل عيد غزة مجازر ومقاومة واشنطن تدين قصف مدرسة الأنروا وتعتبر الانتقادات الإسرائيلية لكيري مهينة وعيد سوريا موت بمتفجرات الأسد خبير الديانئي إلى فرنسا لمواكبة فحوص ضحايا الجزائرية وذووهم في الخارجية اليوم المستقبل يطلق حملة تضامنية مع مسيحي الموصل وبقلم خير الله خير الله مقالب المستقبل اليوم بعنوين استعادة الاستقلال خطوة خطوة الشغور يتسلل إلى عيد الجيش ليس للمقاومة فرع آخر مرفق بيروت يحقق أرقام قياسية في النصف الأول العراق تحالف سني مسلح لمواجهات داعش وطهران الملك محمد السادس ما يشهده العراق وسوريا كارثي مبعث إذا فينا ننزل بالصورة لأسفل الصفحة للوحة استعراضية بسحة معبد باخص ضمن افتتاح مهرجانات بعلبك مبارح مهرجانات بعلبك تعود إلى بعلبك وطبعا مثل ما الكلب يعرف السنة الماضية غابت مهرجانات بعلبك عن معبد باخص وعن الألعة لا ترجع السنة وتفتتح مبارح مع عاصل حلينة بعاصي والحلم بعنوين صحيفة الأنوار إسرائيل تقصف المساجد وترتكب المزيد من المجازر حماس لا وقف لإطلاق النار إلا بعد فك الحصار الإسرائيلي النائب السابق أحمد حبوس في حالة حرجة خمسة ألاف صاروخ أمريكي إلى العراق المعارضة تدمر ثلاثة أنفاق في حلب بقلم المحل الأسياسي شبه فراغ مثلث الأضلاع ولا مؤشرات إلى حلحلة حلفاء الأخوان يحتلون قاعدة عسكرية في ليبيا موقع إلكتروني يتوقع تقلبات البورصات ويختم مع رفيء خوري وعنوين مقالة لليوم محاور الحرب والهدنة العودة إلى مصر من الأنوار إلى عنوين صحيفة اللواء الاحتلال يمدد هجومه أسبوعا والمقاومة لرد مزلزل على مجزرة شجاعية وفد إسرائيلي في القاهرة وآخر فلسطيني للتفاوض حول أليات التهدئة بوادر حلحلة في السلسلة والدخان الأبيض بعد لقاء السنيورة خليل جلسة نيابية قبل 14 آب والتمديد للمجلس قبل 20 أيلول الحلم الإيراني بعد أن انقطع من وسطه بقلم المحام محمد أمين الدعوق والمرجع الدستور حسن الرفاعي في حواره لللواء لا توجد ظروف قاهرة تمنع إجراء الانتخابات النيابية والتمديد غير دستوري هيومن رايتس النظام استهدف بالبراميل المتفجرة 650 هدفا مدنيا في حلب داعش يحشد الاقتحام الحسكة والمعارضة تتقدم إلى مطارح ما العسكري وختيما باللواء اليوم حلم عاصي يحيي مهرج ناتب علبك من بعد اللواء منوصل إلى البلد وبعنوين تسوية مالية للسلسلة تتوسل الرئاسة والتمديد للنواب عون غاضب من عشاء الصرح بما وعده الراعي الشارع ترابلسي يعود إلى التمرد برعاية أصولية أهالي الضحايا ليس هناك أثر لأحبائنا في مالي المالك يدعو لمقاتلة داعش وأولاند لحماية المسيحيين والعنوين الرئيس التابع للصورة منطقة كارثة إنسانية من بعد البلد منوصل إلى الصحف باللغات الأجنبية وبترجم العنوين صحيفة الديلي ستار اليوم مجزرة في مدرسة للأنروا وإسرائيل تستهدف المدنيين في غزة جملات يسعى لكسر الجمود وقف قصير للنار في ترابلس و75 جثة وجدت في بنغازي الثوار في سوريا يستهدفون مطار حما وحرب العراق تؤخر المساعدات وبالوريان لوجور ومنحي لوريان لوجور على عنوينها اليوم القليل العنواني اللي بيختص ببعالبك ومهرجاناتها لأنهو العنوان الرئيسي في بعالبك الحلم أما من الصورة الثانية نقدر نشوف ونستخلص العنوان على الروشة معلم تاريخي بخطر إذن هول السورتان بالعنوان الرئيسية وبالعودة إلى العنوان السياسية مفاوضات وراء الكواليس لفق العقدة المستعصية إذن هذه صورة للروشة وأخرى لإفتتاح مهرجانات بعلبك بعنوان لوريان لوجور الرئيسية في عنوان أخرى كابوس جديد في غزة 108 قتلى وختيما لانتفاضة سلام في لبنان بعنوان صحيفة الشرق اعتقاله رشيد التنير شريك ابن المفتي قباني في المطار أيضا في عنوان صحيفة الشرق 1362 شهيدا وثمانية ألاف جريح و53 قتيلا و370 مصابا للعدو الهسيرة الإسرائيلية الشهداء قوافل الراعي ينتقل من الأقوية إلى التوافقي وبقلم عون الكعكد من رأي الشرق اللغزو الإيراني الحريري أدى صلاة العيد في الحرم المكي محاولة انتحار النائب السابق حبوس احتدام المعارك في دمشق بين النظام والمعارضة داعش يفجر جسرا يربط بغداد بالشمال شح المياه الحلول كلامية أشلاء ركاب الجزائرية إلى فرنسا للدي اناي الشعار لن يهدأ بالنا حتى يطمئن المسيحي وختاما مع صورة رئيسية غزة تقاوم باللحم الحي ومن الشرق إلى عنوين الشرق الأوسط مسؤول فلسطيني جهود لهدنة 72 ساعة تسبق مفاوضات القاهرة اسرائيل تستهدف سادسة مدرسة أونروا وسوقا شعبية في غزة وسقوط أكثر من ماءة قتيل الداخلية للشرق الأوسط الترب لم يستقل اليمن غضب شعبي بعد رفع الدعم عن المحروقات الفالح أكد أنها ستعطي دفعة للاقتصاد السعودي رئيس أرامكو للشرق الأوسط مشاريع ذاتية لاستغلال الطاقة السخرية وختاما مسؤول أمني كردي مؤلف من 200 عنصر قوة إيرانية تدخل العراق عبر مطار سليميني جولتنا بالتابع مع الأخبار وفي عنوين اليوم تحذير أوروبي من عملية إرهابية تتضمن الإغارة على قرية شمالية واحتجاز سكانها لمبادلتهم بسجناء رومية ضمن المقابلة حسين أمير عبداللهيان نحو تسليح الضفة ابتزاز أمريكي للمصارف تبيض الأموال ليس جريمة إلا عندما تقرر واشنطن ومنختم جولتنا مع عنوين صحيفة الجمهورية استنفار لاحتضان مسيحي العراق حرب العقوبات تستمر والرد الروسي خلال أيام استمرار قصف حلب بالبراميل المتفجرة اجتداد المعارك في القلمون وختيما صورة رئيسية لفلسطينيين عم يقلما نزلهم بغزة من بعد تصعيد العملية العسكرية الإسرائيلية والصورة بعنوان مجزرة إسرائيلية جديدة وهي ممكن نصلنا لختم جولتنا على العنوين السياسية من بعد مغابة الصحف يومين بمناسبة عيد الفطر السعيد رح وصلنا لأول فاصل إعلاني من بعد ومنتابع أخبار الصباح بالأخبار الثقافية والفنية خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة